سهنام عليكم يا شف إن شاء الله تكونوا كاما بصحة جيدة معكم شف وعليد رجعت لكم اليوم بهذه الوصفة اللي عم بالي بزاف رح تعجبكم اللي هي غريبية الفراز غريبية الفراز هي تجي داخل هشيشة تجي طريقة تجي بزاف بزاف بنينة جر كون جربوا هذه الوصفة عم بالي بليك تحسوا الدوق تعليم دارين ديروها وهذا الدوقت الفراز رح تجيكم بزاف منها مع لكم غماية غير تبعوا المقادر أول حاجة نقول لكم بسم الله كالعادة كما رحكم تفوقوا في هالفراز ما انتهى رح ناخد حوالي امباكيتا فلان هذا كتان صريتلا بدوق الفارولا عندي كاس تعزبدا كما رحكم تفوقوا تكون بدارة تحرارة الغرفة تكون بغامولي عندي حوالي اربع كاس تعزيت نخلطه مع الزبدان عندي حوالي نصف كاس تعزكر ناعم سكر كلاس وعندي حوالي نصف كاس تعمايزين اللي هي الناشا هدوما المقادر الأساسية عندي شوية تلفاني قرصة تعلملح وعندي شوية لكس خيطة الفارولا لكس خيطة الفارولا تلقاوها هدوما يبيعوا أدوات الحلوية تلقاو كامل اللي يقولوا يتحبونتوما اليوم حنديروا الدوق فارولا والفاعلين نطمو بها العجينتانا اول حاجة كما رحكم تشوفو ناخد ريسيبيون وش نوضع فيه نوضع فيه حاجة اللولا الزبدة بعد ندير لها سكر غلاس وهديك الزيت ونديروا شوية لكس خيطة الفارولا حتى نخلطوهم ملح حتى يخلطوهم شوية اللي يدوب لنا الفوليم تانا هنا إذا كان عندكم خلط كهربائي دو بريفيرانس يكون عندكم خلط كهربائي باش نجحلكم لوصفة أنا نزيد ندير فوق الزبدة هديك نصف كاس متاع السكر ناعم حتى باش تكونوا عن بلكم كامل ندير قرصة الملح شوية لعضاني كما راكم شوفو أنا اللعضاني نغرب لها منذك تسيبوا فيها هادوك الحبيبات وهكذا باش تخرج لكم ملح نزيد هدك الليكس تخيطة تعل فريزان وربع كاس تعل الزيت ما ديروش بزاف الزيت غير ربع كاس يكفي هكذا باش يعاول لكم الزبدة باش تطلع لكم ملح كيما قلت لكم هنا ينزيد ندير شوية الليكس تخيطة الفراز مشي بزاف حوالي نصف ملعقة قهوة تعل الليكس تخيطة الفراز ما تكتروا بزاف على جال الليكو بعد ارى هادوك في الاخر الفلون والماكزينا الناشا لكونا ماكزينا نسكاس والفارينا هادوك نخلوهم توجور اندير ني هاكذا باش نخلطوا قبل هادو المكوينت الاساسية هادوك هنا نشعل الباطر تاعي نحركهم بيان حتى نشوف الخليط تاعي ولا لي بيان شوال طلع اللي ملح كيما راكم تشوفوا ولا لي بوماد قاعدة نحرك هكذا حوالي سبعة دقايق دوكتو ماكي تشوفوا الفوليوم تاهم اللي كانتكم بيتخان ولا كديروه الداخل تسيبوه هكذا ولا لكم خالد كريمي تمكي حبسوه دوكوش نزيد ننضيف ننضيف وقه هادوك كيس تاع فلان فارا ولا بيداق الفارا ولا ونصف كيس تاع لمايزينو الناشا عبالي بليك مش يمدارين نديرو هكذا الغريبية تاعكم ميجربوها به هاد طريقة عبالي بليك حتعجبكم بالبزاف صورتوا عيد للأطحى كيم يقولون الناس ميكتروش بالبزاف الحلوة كيجزو جنوة ولا ثلاثة دوك ننسي البوسي بلتاعي بش ندلكم موصفات اقتصادية يكونوا متوفرين عندكم كامل في البيت المقادر هادوك وتعنيك حاجة رابيد ما تطورش بزاف ننسي نحرك هادوك الفارينا عندك الفلن نحرك هم بيع عقد هذا بعدين بدنا نضب الفارينا حاجة باسيطة بزاف هنيا كناصيحة الفارينا ما تديروش بزاف ديرو غير بلعقل رحوا غير بلعقل وديرو لخش الغريبية وشنو هاي الحاجة اللي تفسدها تفسدها الفارينا قد ما تكترو الفارينا قد ما تجيكم يابسا ومرحش تتشقق لكم كامل دكتور ما انا هنيا بش نطلكم القراماج كيمي قولوا ايكزاكت درت حاولي 400 قرام فارينا ما كترت مازد بين 400 420 430 ماكسيمو دكتور ساديبون كل واحد وفارينا انا ستنستعمل في الحلوية تايسي اقدر بش يكون لها لابا لكم دكتور قاعدة نطم منطم قدتلكم ديت بين 400 قرام حتى ماكسيمو ما كيتكلاطي البلافون 450 قرام تفارينا بشتعرفوا بليك ماكترتوش الفارينا مش كتشوفوها طريقة زيدولها لا لا شوفو هنا يا طريقة مليحة نريكم استيس احكموها شوية العجينة وعبزوها اذا شدوها تشقت لكم في ليكوتي معنتها فيها بزاف الفارينا اذا ما تشقتش معنتها راي يمليحة اذا قولوا زيما غلبتكم الفارينا وتشقت لكم شي فليكوتي ماعليش ماشي زيما حاجة وعرولة زيدو لها شوية الحليب قولوا حوالي 4 مغارف 5 مغارف الحليب قولوا طموا العجينة نورمال تعود تحكموا روحها ويجيكم نورمال ما اذا شدوها ما تشقتش في ليكوتي هذه العجينة اعرفوا بليك راهي واجدة وميخصها والو هكذا اذا غلبتكم الفارينا قولت لكم شوية الحليب تعودوا ديرو شوية الحليب هنا عندي حبيت نديلكم شكل جديد عندي هذا المول تعويس موتال معمول اذا تحبو تديرو فيه تتشفية كبيرة ما اذا تحبو تديرو فيه بش ديرو كونفيتور تالي فرس في الوسط راح تجيكم الشكل بزاف شباب وتانيك حاجة جديدة توقع غريبية مدارين نديرو احنا مدورة كل عادة شوال كممدارين تشوفوها تعبكري هديك ما انا قلت نسي للكم الشكل هذا ليحبي يدير بهذا الشكل يدير بهذا الشكل المهم تكون عندو حفرة في الوسط بش تعمروها في وانا قلت بش تعمروها وانا قلت بش تكونوا اموحها جديدة اذا لم يكن لديك هدي المول تديرو غريبية السامبل عادة للمدارين نديروها كامل انا نكمل الحبات التاعي ما احبيش انكتر بهذا المول سيجيس بش نوري لكم الفكرة بارك بعدها بديت ندير في الشكل لمدارين نديروها كامل الغريبية اللي تعرفوها كامل انا نكمل حبات هذه وبدأ ندير في الغريبية التعناع العادية كما راكم جوفوا معي هنا انا ندير في الشكل العادي اللي تعرفوه كامل هكذا ندور كما راكم جوفوا ونخليها طيب انها نورمال هنا خرجت لي حوالي البلاطو هادايا رفض لي حوالي 12 حبات وزديت البلاطو هادوها 12 حبات خرجت لي حوالي 24 حبات دوكاست على مارقارين لديروه يخرج لكم حوالي 24 حبات غريبية هكذا بيش يكون عن بلكم اشحال خرجت لي من الحبات نكمل ندي الضوائر وزن دائرة حوالي 35 قرام ما كبيرة من صغيرة ونشكلها هكذا نورمال سيف الكوتي ندلحها هكذايا ونحطها قدام اختها ونكمل الصينياتي كامل هكذا هنا نقول لكم اقترح عليكم حاجة قولوا لي بكش اكوا حبين حلوة ديل وتلعيد هكذا بيش نسيك فاش نديركم الحلوة هادية ونسيك فاش ندير ماكسيما مدير المونتاج ونخليها لكم تروح لش طيبوها ان شاء الله في العيد كامل انا كملت الشكل شوفو جعب الزاف شباب نضيبها على 180 دراجة حتى 190 دراجة طلعوها الفوق كامل ونشعلوها غير من التحت ما تطيبش طيب بزباف هي الطيب حوالي 4 حتى 20 دقيقة ما تطويش بزباد نكسا ديبون كل واحد والفورتاعو كانت جي فوق 20 دقيقة كانت تحت 20 دقيقة المهمتو ما كتشوفوها بدت تشد شوية من تحتها بدت تولي باج الشي بما بادوغي باج شوية باج الفوقات ما تشعلوها شكامل من الفوق غير ما تولي شوية باج مل تحتها طفيولها النار وخرجوها كتخرجوها سيفري تكون شوية طريقة ما غير كما تبرد تولي بس نورمال ما تخموش انا هنا غير ما كملتها كما كم تشوفوا معي خليتها بردت لي ما شي سخونة خليتها بردت رشيتها بشوية تسكر غلاس لا بيقول لكم غريبي هذي شكلتها شوية سبيسيال دخلت لها شوية تسكر ناعم كما كم تشوفوا بش تخرجوا وهادي اللي فيها حفرة في البسط لدي لها شوية كونفيتورة على فلاز دوكتور مصر ديبون جاكو حبين هكذا بش يكون منخرج على التعام كلا هذا انا وصلنا الاخر الفيديو هنا بش تشوفوا الغريبيات كيفش خرجت لي قلت لكم جتني كمية لباسبئة تانيك شكلتها حاجة بسيطة تقدروا كامل تديروها هكذا تشربوا بها قهوة الماساء ولا قهوة السابح حاجة فيد فيه ومشي كامل سعيبة نقسم لكم أحبة كما بدنا في الفيديو كلا هذا نقسم لكم أحبة شوفوا الموسك فاش تخل هنا جاب الزفتر ايام من الداخل انا بش تعافوا بلين غريبية هذية الشكل تها جاب الزف شباب وتانيك الدوق لازم تسيوها بش توما تقولوا ليك فاش جاكم الدوق تها انا هنا اقول لكم اطهلوا بالزفير وحتيكم راح نتلاقوا في وصفات اخرى ان شاء الله خلوا لي تعليقات ولا اعجبكم لها فيديو ما تنسوش تضغطوا على الزر لايك ما سلاما شكرا